وأن توفقنا لكل ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وقد رأي بالأخوة أن أختم ببعض الآيات المباركات وإن كنت أتيت لأستمع منكم لكن لا بأس أن نختم لأفضل كلامٍ هو كلام الله عز وجل بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته اتقوا الله حق ثقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَمَرِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ الْمَارِ فَأَنْقَلَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ولتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فلوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهرون عن المنكر وتؤذنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون للي يضركم إلا آلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباء وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون بالمعروف وهم لا ينصرون بالمعروف وهم لا ينصرون بالمعروف